نشرت الصحف اليونانية صباح اليوم مقالاً كتبه الرئيس السيسي خلال زياراته الرسمية لأثناء وصف فيه توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وندد بالدول الموجودة في المنطقة التي تهدد سيادة الدول الأخرى ولا تحترم القانون الدولي وتدعم الإرهابيين وأشرت صحيفة فيما اليونانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعت برسائل متعددة في كل الاتجاهات في فترة من التطورات السريعة في مجال شرق البحر المتوسط وأيضاً الشرق الأوسط تحدث الرئيس في المقال عن العديد من القضايا في مقدمتها العلاقات التي تجمع القاهرة بأثناء حيث أكد على أن الروابط التاريخية والمستقرة التي ترسخت بين الشعبين منذ عقود طويلة لم تقتصر على القطاع الرسمي بل امتدت إلى جميع المستويات الشعبية والثقافية والاجتماعية وأكد أن الوجود والتأثير الثقافي المتبادل لآلاف السنين والمساهمة الملحوظة للثقافة المصرية اليونانية في تقدم البشرية دليل على ما يمكن لبلدين الصديقين تقديمه إلى المنطقة والعالم